أزول مرحبا بكم في برنامجكم إزرانة مازيغ هذه عبارة عن تتمل الحلقة التي قبلها هي للجذر الوغ يال ياو ياو والألام وغا في المازيغية في جميع تقلباتها في جميع معاني في جميع تفرعاتها واشتقيقاتها طيب الحلقة التي فاتت جبنا معاني كثيرة جدا منها الرطوبة والليونة وجبنا التعارفة المتعلقة بالنسك والعبادة والآخره وجبنا معنى الليونة في جسم الإنسان هابي زي مقرة العين زي تملغيغت وزي أشياء كثيرة تتعلق بجسم الإنسان ذكرنا كذلك آخر حاجة جبناها هي العصيضة والرطوبة متاعها وجبنا الاحتمال أنها تكون من نفس الجذر وجبنا كذلك رطوبة الجو وهي التملغيغت أهنين بنتكلم على معاني أخرى لم أذكرها في المرة اللي فاتت اللي هي مثلا الرطوبة في النبات من الأشجار عفوا من غير الأشجار النباتات من غير الأشجار فساق النبات يسمى إيلة زي ما الكثير منكم يعرف من باب الأمانة ويجب التنبيه أن الساق في أغلب التنوعات مأخوذة من الجذر غل يعني مقلوبة الوغ طبعا فمثلا النحيف والهزيل من الإنسان والحيوان في الهوغاريو وسمى غللت وسقللت لهو صيره مهزولا أو أهزل يعني على فكرة حتى في الشاعر وفي غيره يستخدم هذا اللفظ للتعبير عن الهزالة كذلك في الشخصية والآخرين ولكن هذا طبعا مش موضوعنا هنا المعنى المعنوي يعني الهزيل من الحيوان كذلك أغللها وأغللات كذلك أغلل وإلى آخره عند الطورق هو ساق الذرع بالتحديد ونباتات مثلها أي نبات يشبه نبات الذرع فمثلا كذلك في تمازيغت يعني موجود هو حقيقة في تنوعات كثيرة ولكن نحن نذكر منها بس يعني الإلقاء أقرب إليكم ما مثلا ساق الذرع في غدامس أي زرع نبات عفون يسمى غالل وكذلك إغلل اللي هو الحشفة ما يسمىها القش يعني القشة في طوم زابد كذلك يسمى إغل اللي هو شاق الزرع كذلك في تمازيغت من الحصاد لتبن وصاق التبن وغيرها في كذلك تريفيت وفي تشلحيت كذلك إغل عندنا كذلك في جبع النفوسة كذلك يعني مثلا في تقبيليت كذلك إغلل في تشاويت تشاويت هنا يخصصوا فيه في نوع من النبات ساقة هرقيقة يوجد داخل المستنقعات متع المية وإلى آخره طيب بل إن هذا عمم كذلك على أو نفس الجذر هذا نجده في أسماء مجموعة من النبات النباتات فهل أخذت من نفس الجذر خصوصا إن حرف الغين يظهر في أسماء النباتات مرة أخرى مش اختفى في كلمة قشو إلى خيره إلا في إيلغ بمعنى الساق ولكنه ظهر كذلك مرة أخرى في أسماء مجموعة من النباتات فمثلا ألولغ في نبات يسمى الطرخون يعني هو نبات ينبع زين بعد نوسك ينبعها سامحوني والله ما لا أعرف اسمها بالعامية تسلغة نبات العبعاب اللي هو معروف بل هناك حتى غصن الشجر نفسه يسمى إيلغوي الطريعة غصن الشجر الطريعة مش أصل أغرى وغيرة من الأسماء الأخرى لا هذا الغصن ما يكون طري وريف يسمى إيلغوي وإيلغويا بل حتى من التمور الرطب من التمور يسمى إيرغ لما أقلبت إلى راء كما موجود في مجموعة الترغي والآخر يتدامس وغيرها من التروعات المزغية بل ننتقل هنا من أسماء النباتات يمكننا الحديث عن الأرض نفسها فالطين له عدة أسماء في المزغية أسماء كثيرة جدا حقيقة منه لعل ندير يوم الهيباء الدرس خاص بالمترادفات في المزغية والله تستعجبوا أحيانا تصل عدد المترادفات إلى عشر مترادفات في الكلمة الواحدة في الأمازيغية ويحتاج إلى الدراسة دقيقة حتى تخصص كل معنى لهذه المترادفات ولكن خلونا هنا في كلمة الطين بمعنى مرحل مراحلة الطين الليل يسمى كما في طومزبت تلغت ويسمى في تشلحيت وفي غيرها تلغت بل حتى عند الهوغار وغيرها وجمعه تلقين كما عنده أحي من أحياء أوباري طبعا زرت هذا الحي هنا في أوباري كان ليش شرف تعرف على شباب منه فتلقين في أوباري هو اسم حي ولكن لأن هذا الحي مبني باش بالطين بل من الطين نشوفوا الأجر تسمعوا فيه الأجر اللي هو الطين الجاهز للبناء ما هذا يسمى؟ يسمى أبلغ بل أباليغ وإباليغ يسمى به التفل تعرفوا البير مثلا آنو هذا في اللغة لما ينزح ويقعد فيه شوية مية تتخلط هلبة بالطراب ويقعد لين جدا 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 هذا سيسمى أباليغ وإباليغ يعني فيه معاني كثيرة جدا مرتبطة ارتباط قوي جدا بالأرض مرتبطة بالنبات والآن نرجع بالطيور والحيوانات من دهما تكلمنا عن الأرض خلينا تكلموا على السماء فمثلا نجد أسماء طيور تبالغة دجاج الأرض يسمى بالعربية دجاج الأرض هو نوع عرض تسكرت لكن أصغر شوية ولكنها من نفس الفصيلة أبالغة اللي هو القاق نوع من الغربان مش عارف عملكم شفت الغراب كم هو شعره أو عفوا كم هو ريشه أملس جدا 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 عندنا حيوان عفوا طائر في جبل نفسه معروف يقولوا لا بلغو ولا بوبليغو وهو طائر هذا المدر يسمى بالعربية أظنني طائر المدر وهو يعني مرن جدا هذا الطائره من الصعب جدا المسكة وزي ما قلنا بكري الحيوان الطري الصغير في العمر حديث الولادة نجد في نفس الجذر الجذر اسم الخرنق زي ما قلنا الأرنب زي ما قلنا أي حيوان حديث الميلادة من ذا ما تكلمنا عن الحيوانات يعني حد كرتها وعدتها في الحلقة الماضية تكلمنا عن الحيوان حديث الميلادة والآخرين طيب خلينا ننتقل لمعنى آخر قد يبدو لأول وهلة أنه بعيد من الملال يعني ما ليش علاقة ببعض ولكن مش قلنا من المعاني اللي هي الليونة والمرونة طيب فالمرن مثلا الاغداد داي والاغداد داي التمرين في الرياضية اللي هي اللغم التمرن اللغمة المجارات في التمرين والآخره والمباراة اللي هي أملا إذن انتقلنا من معنى إلى آخر بمعاني كثيرة جدا تتعلق بهذا الجذر وزي ما ذكرت راه هذا كلامي هذا مش نهائي يحتاج إلى مراجعة ولو أخطط في أي شيء أعتذر وأنا أعترف بخطأي لأن هذا اجتهاد شخصي وأغلبه من اجتهادات شخصية ومن أبحاث شخصية عبر السنوات لجذور أمازيغية وجدتها في تنوعات كثيرة جدا إذن أدعوكم إلى النقاش حول هذه الألفاظ البحث فيها والهدف الأساسي من هذه الدروس أول شيء أعطى انطباع عن اللغة المازيغية وكيف تنوع في كل تنوعاتها هذه توجد وحدة واحدة في الجذور وربما تأخذ أشكال متنوعة ولكنها في النهاية مأخوذة من جذر واحدة الشيء الثاني عبقرية اللغة المازيغية في اشتقاق ونحت المعاني المختلفة للكلمة يعني لو فكرنا بأي لغة أخرى غير اللغة المازيغية نلقو هذه الألفاظ مش ممكن يكون لها ارتباط ببعضها وهنا نجد هذا الارتباط بطريقة ذكية وعبقرية جدا في اللغة نفسها الحاجة الأخيرة اللي هو باش في هلبة ناس يسألوا منين جبتوا هذا اللفظ في التعليم في ليبيا علاش هذا اللفظ موجود في التدريس علاش هذا اللفظ موجود مثلا في الكتاب المدرسي وحنا من استعملوش فيه وعلاش هذا الاشتقاق وحنا من استعملوش فيه ولأخره فقط نبين بينكم ان هذه كل الألفاظ جاءت والكتابات في الكتاب المدرسي جاءت بعد دراسة دقيقة لجميع التنوعات الأمازيغية وأخرجت بهذه الطريقة ونحن لسنا الصباقين فهناك دراسات عديدة جدا ولولاها ما قمنا بهذا العمل وأريد أن ننوه هنا بشكر جديد لصديقي بدر كوكو وعلى يعني كل الألفاظ اللي بعتلي فيها كذلك عبد عم نوكال وكذلك كل الأصدقائي عبر الانترنت اللي يتواصل معي بالمرسلات أو بالتعليقات على الكلمات التي نحضرها وهذا إن ندل على شي فهو يدل على اهتمامكم كلكم بهذا النوع من البحث داخل اللغة المزغية تنميرتون وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله ولعل الحلقة الجاية تكون عن الجدر ياف الحرف الفاء بروحة وهذا يحتاج إلى أربع أو خمسة حلقات بروحة تنميرتون وأرتفت